ثرة أن نروح باب صلاة الكسوف المصنف يقول القاضي عبدالوهاب البغدادي صلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة إذن زرام يطيج يطيج مراث غوم وراث غوم من نغ خسوف القامر يقول المصنف صلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة وصفتها أن يدخل المسجد بغير أذان ولا إقامة فيكبر للإحرام ثم يقرأ سرا بأم الكتاب يعني الفاتحة وصورة بعد الفاتحة ويستحب له إطالاتها السليم الزفذ ما لم يضر بمن خلفه إن كان إماما قل كان يعني وهذا من فقه الإمام يعني إذن صرت الكسوف صل الظليف السليم يقرأ بالطوال ولكن من باب الإستحباب بعد ذلك يعني أنه يقرأ بالطوال لأنه يقرأ بالطوال لأنه يقرأ بالطوال بمثل ما أتى به في الأولى ثم يتشاهد ويسلم بعد من يتشاهد ويسلم أنا أقرأ المتنة متنة تلقين فيذكر بعد التشهد والسلام مثف كركعتين يذكر فيذكر ويعظ ويخوف من غير خطبة مرتبة مش كما الخطب لموجودة في صلاة العيدين وصلاة الجمعة يعظ بما فتح الله له فيذكر ويعظ ويخوف من غير خطبة مرتبة ولا اجتماع لخسوف القمر ويصلي له الناس أفذاذا ركعتين كسائر نوف يعني هذا بعض ما ورد في المتن الآن نبدأ ما معنى الكسوف معنى ذهب ضوء الشمس يعني يطيج مسر حظوني جزئيا أو كليا إما يكون كسوف كلي أذي غمي يوك طلما ديسنا القاعة أرغو النظر نظر أذي لجزئي شوية طلطلة الباقي يقيم كني ضواء ماذي الخسوف المعني ذهب ضوء القمر كليا أو جزئيا ذا قور إما أتسغف الثفاثيس ديشوية نغأ أتسغف المكمال وإن كان من ناحية اللغوية يعني يجوز باشا نستخدموا الكلمة نقولوا كسوف القمر وخسوف الشمس كل ذلك يجوز ويجوز من ناحية المادة اللغوية القرآن الكريم يدن وخسف القمر صورة القيامة الآية الثامنة ولكن في الناحية اللغوية يجوز ذلك واستخدام القرآن لخسف لا يعني أنه لا يقبل كسف لا ولكن هو قرآن طبعا القرآن يحفظ ويتلع كما أنزل المشروعية تظل ثقين خسوف القمر نغأ كسوف الشمس وخسوف القمر ثساد من قوله تعالى امدنا ومن آياته الليل والنهار سبحان الله والشمس والقمر ربنا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون صورة فصلة الآية 37 ثق ذاكي علامات مظاهر ظواهر طبيعية هي ظواهر طبيعية ذرون طبيعية ولكن كل شيء طبيعي مدينة طبيعية انطلاقا من هذا المصطلح كل شيء طبيعي ولذة الزلزلة طبيعية البركان طبيعي لهوة يفور الفيضان أوكي نظر ويقف طبيعية ولكن طبيعيك الساعة أمذبر الساعة أمذبر الله رب سبحانه يجعلت من آياته سد السين علامات أمذي التعاقب الليل والنهار الشمس والقمر في ذلك لا نسجد لأحد من هذه الظواهر السجود يكون لله وحده لا شرك له رغم عظمتها أربما دينا كخطر ثابت في التاريخ لأنه قد عباد القمر وقد عبد نقول لأنه قد عباد الشمس عبد النطيش أريضان أرثور أما زل وقادهم يعرقوا فريض أعبد أعبد وياض ولكن القرآن الدين نغي سد سد توحيد يناد أتسعب ذم ربي واحدث فقط لا شرك له والسجود لا يجوز إلا لله أنا ركع يا ربي ونسجد يا ربي سوى النوز هاكي سوى النوز ننزز يا ربي ننزز يا ربي من السنة حديثة بمسعود رضي الله عنه ذا شو دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر يطيش أكذ وقور لا ينكسفان لموت أحد من الناس ما شئ ذا حزن يحزنن ما ولان يعني إغاف ثافت قطيج نغيب بقور إميق موثيون سين فلاني علاج الموثيس إذ رشي ياجي لا الثان إفقنيت ذنف صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما بعد السفق ناغيد آيات آيتان من آيات الله من آيات الله أين كنت يخلق ربه من آيات الله الكونية أتسوح ذا ربي سبحانه ما تسوالي ضين دي خلق ذا قور ذي طيج ذي ثران ذزلازل أو أين كو يقدرون فإذا رأيتموهما مثولة من الكوسوف نغي الخوسوف كوسوف الشمس أو خوسوف القمر فقوموا فصلوا أكرث أتظلم أكرث أتظلم الحديث يصحى البخاري رقم الحديث آلف وربعة وثلاثين آلف وواحد وربعين ماذا الإمام المسلم تسعمية وحداش رقم الحديث إذن هاتا ديوسا المشروعية انتظليث الكوسوف ثانيا حكمة التشريع ذي غر يعني ديوسا طبعا تقي حكمة اجتهادية هي ناسي دم في صلاة الله يسلم سنطبقوا فرات لمن تيسر له الأمر ولكن العلماء بحثوا في الحكم ذكروا جملة من الحكم أختاروا منها ما يلي ثم زورت إظهار الخضوع لله والتذلل بمعنى سوانوز نونزس يا ربي يظرش يظران نولا أقور ثغب ثفاثيس سنكرنزال نولا يطيج ثغب ثفاثيس ضطلم ذقواس خطر أس يسعى خصائص إلى قديل يضو ثروح ثفاثيس ثن كمال نخاطي أنكرنزال يعني ونذكر الله عز وجل ونستغفره حديث أبي موسى الأشعري أشهدين رضي الله عنه إن أدخسفت الشمس ذي زمنبي عليه الصلاة والسلام فقام النبي عليه الصلاة والسلام فزعا يخشى أن تكون الساعة خطر ما ثضروا العالمة تمثق ذاكي أسيل فقع أي غر خطر جاءت آية تخالف المألوف أين نولف نولف يطيج نولف سفاث إضوى أم بعد إفاد الطلام حاجة عجيبة حصلت أنا كرنزال يا ربي يرنى حاجة ساقوذ قال لي أمكن الساقوذ انت تقذني يخلف المألوفات يرد الساقوذ زنزل بالمناسبة لأنك ساقوذ أكثر يرنى حاجة يشعر في الفضاء في اليابان مدى مثل الله الفضاء والفنس ساقوذ أنت مقرنين مني من كنته مش طوح كان ديجي أصفقها أخطر عمومنا قلق يثال ويث أولاش غدين أي شيء مألوف أين نولف ما يسدين خلف المألوف يتسيلي الخوف إذا خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة نبي صلى الله عليه وسلم يقول بللي بلد بلد ذين بوعث إنك بوعث أنا والساعة كهتين لنظر بإنساعة لا من علامات ليس أن نقيم علامات الساعة علامات الساعة دوني ثقوذ هذا الضرف علامات الساعة أنني أريد الساعة قبلها هذا أوضيك نمو قبلها نمو السن يردوني قبلها السن يردوني ثلانا ونجا صلى الله عليه وسلم يزرع فينا الحياة أنا هذا ما عليش ولكن نوجه الخوف سلا عبادة نتخذ دينان إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلا ميلة ذاينة يردوني ثلانا غرسة الزوت ولكن باش كان الزوت هنا العمل والأمل فأتى المسجد فصل بأطول قيام صلاة الكوسوف يروح الظل القيام مقرن معناه القراءة طويلة وقيل معنى يس وسجود وركوع وسجود إذن القيام طويل الركوع طويل السجود طويل يعني غزف رأيته قط يفعله وقال هذه الآية بعد يبدأ شو دين في صلى الله هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته لا يثق ديشق عربي سبحانه وثنت ديشق عربي مجموث مجموث نغم يتسذير أم يدر مجموث لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده الخوف الذي يجعلنا نلجأ إليه فنفر إليه الخوف الني الخوف الني أرغ السوضن أن نروح الغرس أن نروح الغرس ذي نمي دينا ربي في صورة الزريات الآية خمسين ففر ففر إلى الله ثالث لا أرغ أرغ سيدي ربي ونر الغرس ثان دي لما أري تسجواذ يناد ولكن يخوف الله به عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك ففزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره ونروح الغرس يا ربي ذكر ثلث ذعث استغفر متفقنا عليه ثلاغ الحكم النيظ إذا إدراك نعمتي الشمس والقمر المسخرتين لنا أنا عمي بشأن السين ذاشون القيمة سعى يطيج ملمار السين القيمة يطيج ما يغاف يغاف كان ثلاث الغرس ونصر يطيج ثلاث كدفة يطيج أنوهم يطيج إلها غص نقار قيم كم دلاج لذلك الغرس ذا يع ونحو جار الغرس ماذ الغرس فقد طلام أن السين القيمة النعمة يطيج القيمة النعمة بقور القيمة النعمة قيض كل النعم وربي ند وسخر لكم الشمس والقمر أنعمه دائبا الغرس سوف انتقى الشمس شوف العلم تطور ماذ بي كن جهود الناس تنصرف إلى استثمار هذه النعم إما في الاقتراب التقرب من الله ولا في اكتشاف السنن والتعرف عليها واستثمارها والبناء العلمي الحضاري والاكتشافات كل ذلك يلها يشفح العلمي بظالمي يفاد الطاقة الشمسية لن يرجي قطيج المعنى يسلين يقلها ولكن لأن الله سخرها لو لم يسخرها الله ما وجدها العالم كل العلماء البيولوجيست لو كانوا يسخر ربي شاوشا وشو وظهر نرى دواويد كل شي إلى آخره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار صورة إبراهيم الآية الثلاثة وثلاثين وقتها البداية ينس طبعا مع حل هناك مارث الحويت يعني وقت الحل ألم ذو الزوال هناك أم نتساث أم صلاتي العيدين والاستسقى كيف كيف وقتها لو طلعت مكسوفة ننتظر لو طلعت مكسوفة تفقد كان بالكوسوف ننتظر ولو كوسفت كيفية أن نرجو فعل الرسول الله عليه وسلم سنة فعلية سنة عملية وتصل جماعة في المسجد أو كذي الإيمان تظريث جماعة ميليون يجوز يجوز هذه الظل وحدث لكو خامس أندث في الحال هذه الظل هذه الظل خامس وحدث خطر صلات الكوسوف مكي واجب تصل لجماعة جماعة أي خير طبعا ما يلا ولاش بلادم يسال عذر إلى الكو خام هذه الظل فالذن يعني مون فاردا سعاد ركعات سعاد سعاد ركعتان سعاد ركعات ولكن مع زيادة قيام وركوع بمعنى سعاد ركع الأولى قيامان وركوعان بمعنى لعبد مدين الله كبر هذه الظل سلي القراءة طويلة صورة البقاران وصورة العمران تصورة الزفن أم بعد بالميقفوك هذه ركع أكن يطول ذي القيام هذه طول ذي الركوع طبعا مشي مشي القيام ولكن خلافا للمعهود الركوع في الصلاة في العادة سبحانه ربي العظيم ثلاث مرات ولكن ذاقي يطيل في الركوع ذي السجود يطيل ويكثر من الدعاء لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربي هو وساجد ذي السجود ذي الطول الركوع ذي الطول القيام يطول ذا شو ذي خذم سن الركوع يركع وبعدين يعود بعدين يركع ركوعان قيامان وركوعان ثم يسجد سجدتين كيف كيف كنت يخذم ركع الأولى أري يخذم ذي الركع الثانية يعني الركع الأولى تختم بركوعين بقيامين وركوعين ثوران روح المندوبات تؤدى صلاتها في المسجد جماعة أداؤها في المسجد جماعة هذا أمر مندوب والسن الإسرار بالقراء الإسرار ولكن بعض العلماء خاصة من السادة المالكية الناند تصلى جهرا أيغر لكي لا يمل الناس لا يسأم الناس خطر ما يلا اسمحي الدغر طويل يرنسر الغشي أذا عيون هاث المخنصان يروح عند دار يروح يروح الغشع وكذا فيكون جهرا كذلك تطويل القراءة القراءة تطويل الركوع تطويل السجود وكذلك أتل الموعظة بعدها أما كنت من المثفوك أتل موعظة بعدها أكتفي بهذا القدر والله ليتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تطويل